من اللحظة دي من النهاردة لغاية ان شاء الله بإذن الله ختام مسابقة الدهوري العام كل نقطة وزنها دهب كل مباراة هي مباراة كؤوس الحزبة لا تقبل الاسم على اتنين زي ما بيقوله قدام النادي الاهلي في كل مواجهة بيدخولها خيار واحد أو خيار وحيد هو الفوز بالمباراة بداية طبعا من مباراة بكرة ان شاء الله اللي هتتلعب بعد 24 ساعة تقريبا مع الانتاج الحالبي النهاردة كانت تمرينة مهمة جدا كابتن محمد خطيب بنفسه كان موجود في تمرين واعتقد نتكلم مع اللعيبة خلينا نعرف اكتر عن تمرينة النهاردة والسعادات النادي الاهلي الاخيرة قبل مواجهة الانتاج بكرة زميلنا كريم احمد موجود في ملعب مختار التتش في النادي الاهلي يطمننا على تمرينة الاهلي النهاردة مساءة خير يا كريم وكل سنة انت طايب طبعا الحمد لله على السلام مساء الخير زميل العزيز احمد طبعا وانت بالصح والسلام طبعا ويا رب ان شاء الله زي ما انت بتقول المباراة كلها الحقيقة تكون لنادي الاهلي مباراة كووس ويا رب ان شاء الله القادم يكون افضل لنادي الاهلي انا طبعا عايز اخطك سريعا طبعا ونطمن كل الجماهير على فريق النادي الاهلي ومدى الاستعدادات وجلسة الحقيقة الكابتن محمود الخطيب اللي حرصه الدائم والمستمر اللي يدعم فريق النادي الاهلي في كل المحافل طبعا سواء مباريات بطولات مباريات بنخفق فيها مباريات بنكسب فيها رسالة مهمة جدا نهاردة الحقيقة حرص ان هو يكون متواجد من البداية استنى مابيتسو مسماني انهى المحاضرة الفنية لطولت شوية مع فريق النادي الاهلي ثم اجتمع في دقائق بسيطة جدا بملعب مختار تيتش للعبين تأكيد والتحفيز على اهمية المباريات القادمة المرحلة القادمة لابد ان احنا ننسحن ابطال افريقيا لابد ان احنا ندخل كل المباريات بروح النادي الاهلي وشخصية النادي الاهلي كلمات معتادة الحقيقة من كابتن محمود الخطيب فبنأمل ان شاء الله النهاردة يكون مرضودها كبير مع اللعيبة وتصل هذه الرسالة بكل سرعة للعيبة النادي الاهلي وتكون انطلقتنا ان شاء الله من مباراة الغد مباراة الانتاج الحربي انا عايز اطمينك بقى وطمين جمهور النادي الاهلي ممكن كنا من شوية طبعا مع زميلي امير هشام وممكننا نتكلم طبعا على وليد سلمان وحسين الشحات طبعا ومدى الاصابات والتائيل وكده ممكن لسه شايف حالا حقيقة حسين الشحات بيقدي تدريبات بيقى الكرة في الملعب دي اشارة مهمة جدا وممكن يعني بتدي رسالة كبيرة جدا ان حسين الشحات من الممكن يكون متوجد في القائمة الدفع به من عدو وده ممكن امر يرجع طبعا يترك ليه الجهاز الفني لكن انا الحقيقة شايف حسين الشحات بيقدي بعض التدريبات اللي فيها كرة وفيها ترنات ولسه كمان على مدار التدريب ممكن نشوفه في الكروسات فيها الشوتنج واضح لتضحيات الكبيرة لعيبة النادي الاهلي ومرحلة اللي جاية محتاجة كل تضحيات الحقيقة من كل اللعبين مهما كانت الاصابات مهما كانت الكدمات يا رب ان شاء الله بازن الله لعبتنا كالعادة تكون على قدر المسؤولية وتكون انطلقتنا ان شاء الله في مباراة الانتاج الحرب وبالنسبة لوليد وليد لسه يعني نقدر نقول وليد سليمان ماشي في البرنامج التأهيلي انت عارف طبعا يمكن حسين هو كان جزء فيه الرجبة لكن وليد كما عمزق لكن ماشي بشكل طيب جدا وليد سليمان في البرنامج التأهيلي ور口ين شاء الله الفترة ما تطولش مع وليد ويرجع ان شاء الله يلحق المباراة المتبقية مع فريق نادي الالف بطولة الدوري العام ومنها ان شاء الله بقى لمباراة السوبر افريق امام الرجاء المغرب يا رب ان شاء الله كل اللعيبة ترجع بسلامة الله سواء حسين او وليد لكن انا بأكد لك على حسين الشحات الحقيقة وجوده في التدريبات ده امر مهم جدا يعود لللاعب على تضحيته الكبيرة انه يكون متواجد لكن بنعمل ان شاء الله يكمل المرار للاخر ونشوفه ان شاء الله زميلي احمد في قائمة مباراة الغد بمشيئة الله التعادل الاخير مع البنك الاهلي بالتأكيد بقدر ما هو محزن خصوصا ان بيجي بعد فرحة الفوز والتتويج ببطولة افريق المرة العشرة بالتأكيد كمان كان ليه تأثيره على اللعيبة يعني يهمني اعرف كمان دور اللعيبة الكبار في توئيد ده بيتكلمه ازاي مستر مسماني النهاردة اتكلم في ايه مع اللعيبة كريمة الحقيقة طبعا نقطة مهمة جدا زميلي احمد يعني على طول احنا بنبقى لانينة ما بنقدي مباراة كبيرة وبنحصل على بطول المباراة اللي بيكون بعدها على طول بيكون في شوية قلق من الجهاز الفني ومن اللعبين انا عايز اقولك فيه عدم رضا من اللعبين بالكامل والجهاز الفني طبعا على الاداء فيها المباراة وعلى النتيجة لان احنا يعني محتاجين كل النقاط الحقيقة للفترة القادمة والمباراة القادمة بيتسو مسماني المحاضرة يمكن استغرقت 45 او 50 دقيقة محاضرة كان فيها تحفيز بشكل كبير جدا غلق الصفحة التأكيد على المرحلة الفرص واهضار الفرص ده امكان امر مزقق جدا ازعج الجهاز الفني واكد عليه بيجينا فرص كثيرة جدا لابد ان احنا نحرز لابد ان احنا نركز من اول دقيقة اي فريق النادي الال هيقابلوا المرحلة القادمة هتكون مباراة كؤوس بعيدا ان هي مباراة بطولة الفريق بيقابل النادي الالي كل الامور دي الحقيقة اتكلم فيها بيتسو مسماني وايضا كمان الكابتن سيدة الحفيز بصف برحب طبعا كابتن محمود الخطيب كلمات تحفيزية دور الكبار يمكن مستمرة على طول يمكن كل اللعيبة الكبار بتأكد على هذا الامر ويمكن مش معنى زميل احمد طبعا احنا خسرنا نقاط لابد ان احنا يكون فيه دعم كبير جدا لكل اللعيبة لان اللعيبة دي لسا انفرحانا من ايام بسيطة جدا توفيق يكون معنا ان شاء الله في مباراة الانتاج الامور هتختلف ثم بعدها مباراة اسوان ومباراة دجلة منتظرين ان شاء الله استيقى ترجع تاني من جديد للعيد النادي الالي وتوفيق ربنا اللي كان معنا الايام الماضية والمباراة الماضية يعود لنا من جديد وان شاء الله يكون انطلاقة هي دا تسعد جماهير النادي الاهلي وهي مباراة الانتاج الحرب اللي يكون على السادة الاهلي والسلام فيها الغد إن شاء الله بإذن الله وتستعيد فرقة النادي الاهلي عروض الحقيقة المبهرة محليا اللي يمكن كانت بتسبق مباشرة مباراة نهائي مع كايزو تشيفز يعني فاكر جدا مباراة تسموحة على سبيل مسال كانت واحدة من أربع المباريات اللي قدمها النادي الاهلي على مدار الموسم كل التوفيق لرجالتنا بكرا إن شاء الله وبشكرك طبعا شكرا جزيلا زميل عزيز كريم أحمد